السلام عليكم حبيبتي أهلا وسهلا بكم اليوم في قناتكم وصفات لكم اليوم إن شاء الله سأشارك معكم وصفة من أروع ما يكون من الوصفات لمكافحة التجاعد لشد البشرة وأيضا لشد حتى الترهولات لمن تعاني من ترهولات بشرة باهتة إن شاء الله سوف نستخدم مكون مفعوله كالسحر على البشرة وأيضا يجعل البشرة نظرة كذلك ويعمل أيضا على علاج أو إزالة السموم التي تكون ببشرتكم هذا المكون حبيبتي متوفر في كل بيت وأيضا يعالج لنا حتى الهالات السوداء كذلك ويخفف أيضا من الانتفاخ الذي يكون تحت العينين بالنسبة لهذا المكون حبيبتي فهو طبيعي مئة بالمئة ويحتوي على مضادات الأكسادة بنسبة عالية جدا أيضا يحتوي على فيتامين سي وأيضا فيتامين ها والزنك والسلينيوم إذن على بركة الله سنمر الآن للتعرف على هذا المكون وأيضا طريقة تحضيره للعناية بالبشرة كما ترون حبيبتي بالنسبة لهذا المكون هو الشاي نعم الشاي الأخضر هذا المكون الشاي الأخضر غني عن التعريف يمكنكم استخدامه كمنقوع كما يمكنكم استخدامه كقناع مصنوع يعني منزليا للاستفادة من فوائد الشاي للبشرة وأيضا لجعلها دائما بشرة تكون مشدودة وأيضا نظرة بالنسبة للطريقة فهي بسيطة جدا جدا لكنها في الحقيقة فعالة أنصحكم باستخدام الشاي الأخضر الطريقة هي أننا سوف نأخذ كسرولة أو إناء يوضع على النار ثم سوف نحتاج تقريبا إلى ما يعادل مقدار ملعقة كبيرة من حبيبات الشاي الأخضر سوف نضع حبوب الشاي الأخضر ثم سنضيف لها كوب متوسط من الماء بهذا الشكل نضيف الماء والآن سوف نضع الكل على نار هادئة حتى تصل المكونات أو يصل الماء لدرجة الغليان وبطبيعة الحال يتغير لون الماء ويأخذ لون الشاي الأخضر بعد ذلك سوف أريكم طريقة الاستعمال وطريقة الاستخدام كما ترون وضعت الكل على نار هادئة ولاحظوا كيف قد يتغير لون الماء هكذا يجب أن تكون الوصفة بعد أن تقوموا بغليها والآن سوف أقوم بإطفاء النار بطبيعة الحال كما ترون بعدما تقومون بغلي المكونات اتركوا الوصفة إلى غاية ما تصبح باردة بعدها سنأخذ إناء وكذلك سنأخذ مصفات أو فيلتر ونبدأ بتصفية المحلول لأننا سنحتاج فقط إلى محلول أو ماء الشاي الأخضر نحن قد حفلنا على محلول الشاي الأخضر هذه الوصفة رائعة أما بنسبة لطريقة التطبيق من الأحسن أن تأخذوا أو اختاروا قارورة على شكل بخاخ تقومون بملئها بمنقوع الشاي بعد ذلك تأخذوا القارورة ولكن من الأحسن أن تضعوها قبل تطبيقها أو استعمال هذا المحلول ضعوها في التلاجة إلى غاية ما تصبح الوصفة باردة بعد ذلك تقومون بغسل بشرة الوجه جيدا بطبيعة الحال بماء يكون دافئ وبصابون الخاص بكم حتى تقومون بإزالة الكريمات أو أي زيوت قمتم بوضعها من قبل على البشرة ثم جففوا البشرة دائما على بشرة نظيفة سنأخذ هذه الوصفة ونبدأ ببخ البشرة وبرشها بمنقوع الشاي الأخضر بهذا الشكل يمكنكم أن تقوموا برشه حتى على منطقة تحت العينين لمن تعاني من هلات سوداء لمن تعاني كذلك من انتفاخ تحت العينين وبالأخص التجاعيد كذلك هكذا نقوم برش كامل البشرة ثم نبدأ بتدليك بشرة الوجه بطبيعة الحال نركز على المناطق التي بها التجاعيد نبدأ بالتدليك بأطراف الأصابع حتى نقوم يعني حتى تتغلغ الوصفة في أعماق البشرة بهذا الشكل بحركات تكون دائية إن شاء الله سوف تحصلون حتى على نظارة البشرة لأن الشاي الأخضر يعمل على إزالة البقعة الدكنة وكذلك التصبغات من كلف من نمش إلى غير ذلك بهذا الشكل ثم بعدها اتركوا هذا المنقوع أو هذه الوصفة على البشرة حتى تتشربها بشرة الوجه يمكنكم تطبيقها حتى لبشرة الرقبة إذا كنتم تعانون من خطوط أو تجاعيد على مستوى الرقبة بالنسبة لهذه الوصفة يمكنكم استخدامها بشكل يومي بالخصوص في الليل قبل النوم اتركوها يعني مدة ليلة بالكامل حتى الصباح ثم قوموا بغتل بشرة الوجه يعني بالطريقة العادية هذه الوصفة فعالة يمكنكم استخدامها بشكل يومي في ضرف خمسة أيام سوف تلاحظون نظارة وبالخصوص تلك التجاعد التي تكون في بدايتها سوف تلاحظون أنها بدأت تختفي شيئا فشيئا وبالمداومة والاستمرارية عليها إلى غاية ما تختفي والآن سوف أريكم طريقة أخرى من استخدام الشاي الأخضر كقناع بالنسبة للوصفة الثانية لدينا تقريبا ما يعادل مقدار ملعقة كبيرة من مطحون الشاي الأخضر وضعت هنا مقدار ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر بعد أن قمت بطحنه ثم سأضيف لها مكون آخر وهو الزبادي أو ما يعرف باليوغورت الطبيعي بدون سكر وبدون نكهة سأضيف هنا ملعقة تقريبا تكون كبيرة من اليوغورت الطبيعي لأنه كذلك مكون فعال يقضي على التجاعد وأيضا يرتب البشرة الشاي يحتوي على مضادات الأكسادة يحارب لنا شيخوخة البشرة وأيضا يحارب الجذور الحرة المكون الآخر الذي سوف أضيفه ألا وهو الكركم الكركم الطبيعي رائع جدا جدا لعلاج الخطوط علاج شحوب أو بهثان البشرة كذلك يعمل على إزالة كل الشوائب والخطوط الآن بعد أن وضعت كل المكونات بطبيعة الحال مع بعضها البعض سوف نقوم بخلط العناصر جيدا حتى نتحصل على قوام يكون كريمي ضروري هنا أن تقوم بدمج المكونات مع بعضها البعض وبطبيعة الحال بعد أن تقوم بالخلط جيدا تتركون هذه الوصفة تقريبا مدة 5 دقائق إلى 10 دقائق إلى غاية ما تتفاعل أو يتفاعل الشاي مع الزبادي وكذلك الكركم ونتحصل على وصفة إن شاء الله سوف تكون سحرية تقضي على التجاعد بشكل فعال هذه الوصفة يمكنكم تطبيقها كماسك كقناع للبشرة لأيضا منطقة تحت العينين لمن تعاني من تجاعد تحت العينين أو التجاعد التي تكون يعني عامة في محيط العينين استخدموا وصفة الشاي مع الكركم والزبادي لأنها رائعة بطبيعة الحال بعد تركها تقريبا مدة 10 دقائق تصبح جاهزة تأخذون هذه الوصفة بأطراف الأصابع ثم تبدأون بتمريرها بحركات دائرية هنا حبيبات الشاي الأخضر سوف تعالج كذلك حتى يعني ستزيل الخلايا الميتة لأنها تعتبر كذلك كمقشر يمكنكم عمل هذه الطريقة لكامل بشرة الواج باستثناء يعني طريقة التقشير باستثناء منطقة تحت العينين لا منطقة تحت العينين خذوا الكيمية ثم طبقوا بهذا الشكل كما ترون واتركوا بطبيعة الحال هذه الوصفة مدة ربع ساعة ستزيل لكم الشوائب البقعة الداكنة وبالاستمرار عليها تقريبا سوف تختفي تلك التجاعد بالخصوص التي تكون في بدايتها إذن حبيباتي أنصحكم بالمدومة على هذه الوصفات بشكل يومي إن شاء الله سوف نتخلص من شيخوخة البشرة ومن التجاعد وأيضا من كل الشوائب التي تكون بالبشرة وفقط باستخدام المكون الرائع وهو الشاي الأخضر كما نعلم متوفر في كل البيوت الشاي الأخضر يمكنكم الاستفادة من مزايا للبشرة ويجعلها دائما نظرة وشبابية إذن حبيباتي كان هذا هو فيديو اليوم أتمنى أن لا تنسوا الضغط على زر لايك لهذا الفيديو وأن تشاركوه مع الأصدقاء والمعارف ولا تنسوا كذلك الاشتراك في القناة عبر الضغط على زر اشتراك وتفعيل زر الجرس إذن حبيباتي سنلتقي في فيديو آخر من طلبكم ودمتم في أمان الله